الكاف أعلن عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمريخ السوداني المباراة المؤجلة من الجولة الأولى بدول المجموعة بدور أبطال أفريكا وله هتلاقي بيوم السبت اللي جاي هكون الطاقم التحكيمي مكون من الحكم الدولي أو بكياد الحكم الدولي الأنجولي هيلدر مارتينيز دول أو ده هو حكم الساحة ومعه معاونين من أنجولا هتبقى مباراة تحكمية كبيرة جدا الحكم من موليد 1 يناير 1977 في العام الحالي أدار مباراة على مستوى الكرة يوم 9 يناير فيه كأس النوم الأفريكية بين أسيوبيا وكأف بيردي بدور المجموعات وأشهر فيها انزارين عفوا وبطاقة حمراء في دور أبطال أفريكيا الحالية أدار مباراة الوداة وهارت صفوك يوم 17 أكتوبر 2021 وبشكل عام أدار 57 مباراة دولية وقرية للمنتخبات والأندية أشهر خلالهم 174 انزار و4 بطاقات حمراء بعد انزارين و7 طرد مباشر واحتسب 8 رقلات جزاء أدار للأهل مباراة بيدفست في الدور الأول بدوري أبطال أفريكيا يوم 19 مارس 2017 وسبعه تاشر